بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه أهلا وسهلا بكم طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي مع درس جديد بإذن الله تعالى ومن دروس اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي وهو درس بعنوان زراعة الفضاء مبدئيا لا بد أن تدرك جيدا مدى التقدم التكنولوجي الذي أصبح العالم كله يتصارع من أجله فقد أصبح العالم الآن لا نقول قرية صغيرة وإنما بيت أو حجرة صغيرة كل شيء يحدث فيه العالم يمكنك مشاهدته ومتابعته عن كذب وكأنك في قلب الحدث هذا بالنسبة لمجال التواصل أما في مجال الاكتشافات التكنولوجية والابتكارية الحديثة فحدث ولا حرج توصل العلم الآن إلى أشياء دقيقة لم يكن يتخيل الإنسان أنه سوف يصل إليها في يوم من الأيام استطعت التقنيات الحديثة أن تبدع وتبتكر في كل مجال وهذا ما نسميه مجال البحث العلمي يعني آخر حاجة أعتقد توصل لها للناس البشر هو علاج لمرض السكر وهو مرض مزمن كان صعب جدا أننا نتخيل أنه يجي في يوم من الأيام ويبقى فيه علاج لمرض السكر ولكن عن طريق حقن الجسم بخلايا جزعية تعادل كمية الأنسولين التي يحتاجها الجسم أو يفرزها الجسم بزيادة هي الخلايا جزعية ديت بتقدر أنها تزبط الحتة ديت في الجسم فعن طريق جلسة أو جلستين يشفى المريض من مرض السكر حتى لو إن كان هذا المرض وراسي المرض اللي كان الناس بتعايني منه طوال عمرها وتفضل طول عمرها تاخد حقنة الأنسولين أما الآن عن طريق البحث العلمي البحث العلمي الذي له أهمية كبيرة جدا 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 وتتصارع الدول وتصرف عليه الدول مليارات المليارات وأخيرا ما لاحظناه في فترة الكورونا الأخيرة يعني لما ترامب بطلع وأعلن أنه بيرحب بأي دكتور يدخل أمريكا من غير فيزا في أي وقت تشجيعا للبحث العلمي وتشجيعا لمجال الطب لأنه في الوقت ده كان محتاجهم فهنا فيه كمان حاجة اسمها الهندسة الورصية هنعرفها الهندسة الورصية ديت اللي هو استطاع العلماء أنه هم يبدعوا فيه بحيث أنه ممكن مثلا أنت بتحب مثلا البطيخ بس البزر بتاعه بيديقك شوية طب خلاص نعملك بطيخ من غير بزر الاستفاندي مثلا بكل اللي هو الاستفاندي الصيني مش عارف يعني بتختلف اسمه من مكان لمكان لكن الاستفاندي موجود من غير بزر وبرتقان موجود من غير بزر وممكن تفتح البطيخة تلاقيها من جوة كانت لهم بقى ناس وحاجة يعني ده ده بقى شغل الهندسة الورصية اللي هو بياخد خلايا من هنا وخلايا من هنا وخلايا من هنا ويقدر أنه هو يعمل فرع بس عينة كده مطلع منجة ومطلع جوافة ومطلع تفاح ومطلع عموز وكل حاجة من حاجة واحدة بس فمن هنا يأتي أهمية العلم والعلماء ده السنة النهاردة اسمه زراعة الفضاء إيه زراعة الفضاء؟ البحث العلمي كلمنا عنه وقلنا أن الأمم بتتصابق وتتصارع فيه الوصول إلى البحث العلمي لتحقق التقدم المروقي وتصل إلى المكانة اللائقة لو شفنا مثلا دول وبعضها دول أعداء لنا زي إسرائيل مثلا بتنفق مليارات المليارات على البحث العلمي وكانت الدول بتتصارع في أول دولة تصل إلى علاج أو حكم لمرض لفيروس كورونا وطبعا الدول اللي وصلت له يعني استرازينكا ومش عارف مش عارف في اسمه إيه المصل التاني ماكس تقريبا وحاولة زي كده وجونسون والأمراض دي أو المصل ده يعني اتباع بمليارات المليارات وكانت الدول بتتصارع من اللي يوصل الأول تب من اللي له أعراض جانبية أقل من التاني تب من اللي هيتحق مرة واحدة تب من اللي مرتين يعني هما وصلوا للعلاج طبيعي تمام بس بدأوا يتصارعوا يسهلوا العلاج على الناس أكتر تمام فده أهمية البحث العلمي تحقق التقدم المروقي وتصل بالإنسان إلى المكانة اللائقة تمام؟ العلماء بيبحثوا لفكرة زراعة الفضاء زراعة الفضاء ومش المراض بها زراعة الفضاء إنما الإنسان منذ نصف قرن تقريبا كان الإنسان بيفكر في أو بيحلم يا سلام لو قدرنا نوصل في يوم من الأيام للأمر ونقدر إن احنا نمشي على الأمر طب هل الأمر ده فيه جاذبية؟ طب هل الأمر ده على أكسوجين؟ طب هل فيه موية نقدر إن احنا مثلا نروح نعيش على الأمر ده ونقدر إن احنا نستفيد من الحاجات الموجودة هناك؟ طبعا إحنا عندنا في دنة في دنة إن العلماء لما طولوا على الأمر لقوا إن الأمر فيه حاجة اسمها حزام بركاني داير ميدور كده حوالين الأمر كله من كل الاتجاهة عشان نربط دينا بالبحث العلمي بموضوع الدرس لقوا حزام بركاني داير ميدور حوالين الأمر كله تمام؟ ولما خدوا الحمام البركانية دي بعض منها وبدأوا يحللوها لقواها من باطن الأمر المنصهر من جواه فده لا يدل إلا على إن الأمر كان منشق نصين وعلماء ناس هم اللي قالوا كده إن الأمر جالوا يوم من الأيام ونشق نصين وبعد كده رجع اتلحم تاني في بعضه تخيل مثلا لو أنت جبت لمونة أو بورتقانة أو بطيخة ورحت قطعها نصين تمام؟ وبعد كده جيت حطيت نصين تاني على بعضهم هتوقع مية هي النصين هيرجعوا تاني تمام؟ لأن ما حركتهم شي أنا دي بق قطعتهم ورحت حطيتهم تاني ما شدتش منهم حاجة هيرجعوا تاني زي ما هما بس هتوقع مية من جواها تمام؟ عمرهم يرجعوا تاني زي ما كانوا الأول هذا اللي حصل في الأمر لما طلبت كريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشك لهم القمر النصفين فشق لهم النبي صلى الله عليه وسلم بطلب من الله سبحانه وتعالى فشق الله سبحانه وتعالى الكمر نصفين فلما القمر انشك نصفين ورآه كل من على وجه الأرض مكننش معجزة الكريش بس لدرجة هقول لك معلومة أن الهند الهند لفترة قريبة جدا في فترة التمانينات والتسعينيات كانت بترقم الترقيم الهندي بانشقاق القمر يعني أقول لك سنة واحد من انشقاق القمر إحنا دلوقتي بقى لنا سنة مثلا 1400 ومش عارفه كم من انشقاق القمر كان التاريخ الهجري إحنا عندنا التاريخ اللي عنده الهند عندنا ميلادية بميلاد سيدنا المسيح عليه السلام وهجري بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم أما عندهم في الهند كانوا برخوا بانشقاق القمر وكثير من الدول اللي هي مهاجزة احنا مش عارفينها حصلت ليه عندهم بس كانت حاجة الناس كلها لحظتها وشافتها تمام فالعلماء لقوا الموضوع الحمام البركانية دي كتير جدا 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 على سطح الأمر ومينها حاجات بتلمع ومينها حاجات شبه اللقلق ومينها حاجات أنواع وألوان مش موجودة على وجه الأرض طيب طب احنا هنجيبها نعمل بها ايه لو جات طبعا هيبقى لها قيمة كبيرة جدا ازاي هيبقى لها قيمة كبيرة احنا لو جنا نبص نلاقي العناصر اللي موجودة العناصر المعدنية سواء الحديد او النحاس او الدهب او الفضة او التوتانيوم او العناصر الموجودة في الكشرة الأرضية قليلة فنضرة الموارد على سطح الأرض يعني مثلا الحديد بينبيعه بالكيلو او بالطن والفضة والدهب بينبيعهم بالجرام ليه لان هو قليلين مش كتير تمام لكن الحد بيباع رمل بالكيلو مثلا لا الرمل بتباع بالمتر بالعشرة متر بالمقطورة بالترلة لانه كتير التراب برضو كتير تمام فبالتالي العنصر لما يبقى كتير بيبقى رخيص وملوش كيمة كيمته بتزيد امتى لما يبقى قليل طب تخيل بقى لو انا جايب كطعة شعار بقى هيسموها ايه لما هيجيبوها كطعة معدنية كده شبه لقلق شبه الالماص شبه مش عارف ايه تمام من الامر مفيش حتة موجودة على وجه الارض الا الحتة دي بس كطعة دي بس هيبقى كيمتها عاملة ازاي ملكة انجلترا مثلا ما تيجي تحط عايزة حتة تحطها في التاج بتاعها كطعة لقلقة مش موجودة غير جام بالامر يعني هتقدر بكام حاجة زي كده فده اللي هم عاوزين يوصلوا طيب علشان اوصلوا انا بقولك بس فكرة الدرس كلها كاملة شاملة على بعضها عشان تبقى انت في الصورة معي علشان اقدر اوصل للامر تمام واجيب الصروات المعدنية اللي موجودة هناك اذا انا عاعد هناك اكسر وقطع وما فيش كهربا فبالتالي هيبقى الشغل اللي هناك كله يدوي بالفاس بقى وسكينة ومش عارف ايه وحاجات كده تمام فبالتالي هياخدوا فترة طويلة على مكسر في الصخور اللي هناك عشان اقدر اجيبها والمعادن اللي هناك عشان اقدر اجيبها معايا طب ما هيبش دي المشكلة الوحيدة المشكلة كمان ان انا عاعد شان اقعد اكسر واجيب كميات كبيرة محتاج ان انا عاعد هناك فترة اطول طب انا عاعد فترة اطول ازاي وانا مرتبط بفترة زمنية معينة طب الفترة الزمنية المعينة دي ميلا حددها لي انا بيبي الاكسوجين اللي معايا لاني ما فيش هناك هوى فبالتالي انا معايا كمية اكسوجين محددة كمية الاكسوجين دي تقعد مثلا فوق شهر او ثلاث اسابيع او شغنيا فبالتالي هي دي الفترة لو زودت عنها يوم واحدة اتخنق اموت يبقى كل ابحث وكل حاجة راحت تمام طيب هل دي المشكلة لا مش دي المشكلة برضو الاساسيا المشكلة ان انا بركبة الفضاء لها تقلي معين طب بتقلي المعين تمانة مالية انابيب اكسوجين عشان اقدر كل ما كانت انابيب الاكسوجين اللي معايا اكتر كل ما يبقى الفترة اللي عودها اطول بس انابيب الاكسوجين اللي معايا هتخلي مركبة الفضاء تقيلة قال لأ طيب مركبة الفضاء تقيلة مش هقدر اجيب فيها المعادل اللي انها محتاجة كلها تمام ما تحطش في المعاك ان هو يقف على سطح الامر ويحدف علينا المعدن فهيجي يزقف الارض يعني سوك من احلام الطفولة دي بسافة طوالة جدا طيب دي كلها حاجات لازم العلماء يفكروا فيها حل كل ده هيتحل بزراعة الفضاء تمام ايه بقى اللي هيحصل في زراعة الفضاء وايه التجارب اللي اتعاملت علشان نقدر نزرع الفضاء ده اللي احنا نتناقش فيه بقى مع بعضنا ما المقصود بزراعة الفضاء زراعة الفضاء معناها استنبات نباتات في مركبات الفضاء استنبات استنبات يعني زراعة قل بالك بص است است معناها ريكويست معنى شاهدة انجلش كده است معناها ريكويست الف سين تا معناها طلب استغفرة يعني طلب الاستغفار استنبتة يعني طلب انبات طلب النبات يطلع نزرعه يعني تمام استعانة يعني طلب الاعانة او المعونة است معناها ريكويست خد بالك من دي تمام يبقى استنبات نباتات مختلفة في الفضاء اللي هو في مركبات الفضاء طب هستفد بها بايه طبعا نباتات النبات هستفد منه بايه اكسجين وغزاء اكسجين وغزاء ليه العلماء بيقصعوا للوصول الى الحصول على الاكسجين من الفضاء للحصول طبعا عشان هم عايزين يطولوا الفترة اللي بيقضيها رواد الفضاء في الفضاء تمام يبقى هم عايزين الاكسجين يبقى معاهم اكتر رغبة في اطالة الفترات الزمنية اللي هم بيعودوها في الفضاء ونحن فأنا سوا وقلنا ان هو عاوز يقعد هناك يكسر ويكتشف ويتجول وياخد جولة كده في الامر هناك عاوز يلف في اكبر مساحة زي مثلا عندنا هنا على الارض مثلا انت لو تمشيت شوية في سيناء مثلا تلاقي جبال حمراء وجبال خضراء وجبال صفراء وجبال بيضاء ده ده بلد واحدة تمطيت سيناء بس مثلا طبع تطلع على روسيا شوف المعالم الموجودة هناك عاملة ازاي تم تيجي على وسط افريقيا وجنوب افريقيا تم تروح كده ناحية المغرب وتونس والتونس الخضراء والسعودية وبعض دول خليجي الجبال اللي هناك بزلت اسمر فبالتالي هناك كميات فيه على الارض كميات متنوعة كبيرة جدا جدا من الصخور والحاجات دي طيب المعادن دي لو جبتها هيبقى لها قيمة كبيرة جدا 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 تمام عشان كده العلماء عايزين يقعدوا فترة أطول على الأمر علشان يستفيدوا من الصروات المعدنية او يقدروا ان هم يجيبوا الصروات المعدنية الموجودة في الفضاء دي تمام انا مش عايز الناس اللي معايت يبقى نايمة يعني لو في اي سؤال روان او نور او حد عنده اي سؤال يعني ايه خليكوا صحيين معايا كده طيب انا عايز اعمل تجربة تتأكد لي الاول هل انا فعلا فعلا ممكن ان انا اعتمد على النباتات في التنفس بس الموضوع ده شائق وصعب لان لو حصل مشكلة هتبقى كرسى مش هتبقى مشكلة طب اعمل ايه في مركز اسمه مركز جونسون مركز جونسون مش جونسون بتاعها عشانبو الاطفال لا ده مركز في ناسا تمام مركز جونسون ده فيه عالم من العلماء عمل فيه تجربة لذيذة كده عمل ايه العالم ده عمل اوضة غرفة زجاجية مربعة الشكل غرفة زجاجية مربعة الشكل اشوف بقى الناس بتعرف في الهندسة او لا لا يبقى مربعة لما قلت طول ضلعها طول عشرة متر يبقى العرض بتاعها قد ايه تمام يا روان جاوب بقى اروان انا بقول هي الغرفة مربعة الشكل تعال انا مش ده سيؤال الاساسي في سيؤال جاي بعد لما تكون الغرفة مربعة الشكل الطول بتاع الجدار بتاع الغرفة عشرة متر يبقى العرض بتاعه قد ايه عشرة برضو يا روان صح لا اروان انا عايز الاجابة تبقى اكيد انا مش بجرب يعني هي المربع طول قد عرض تمام فانا بقول عشرة متر خد بالك من التمييز انا بقول عشرة امتار طول ها عشرة امتار طب لأ قلت عشرة امتار ياروان لان العشرة العشرة لو مفردة لو مفردة بتخالف المعدود بتخالف التمييز اللي بعدها العشرة لو مفردة بتخالف عشرة متر عشرة طو عشرة طو فتاق مربوطة والمتر جاية مذكر تمام فعشان كده خلفت تمام يبقى حطانا في التال في العشرة فتاق مربوطة انما في المتر ما فيهاش تاق مربوطة تمام شاطرة دعاء تمام طيب السؤال بقى اللي جاي هو اللي يعني محتاج زكاء ومحتاج فعلا تكون الناس منذ اكرر الماس كويس انا بقول انه هو ده اعمل قوضة زجاجية غرفة زجاجية طول ضناعة عشرة متر مربعة الشكل وفرغ الهوى منها سحب كل الهوى اللي موجود جوة القوضة تمام يبقى غرفة زجاجية محكمة الغلق مفرغة الهوى ده مواصفات الغرفة تمام السؤال بقى السؤال بيقول زرع جواها مزرعة قمح جوه الغرفة الزجاجية زرع جواها مزرعة مزرعة قمح مساحة المزرعة عشرة متر مربعة مساحة المزرعة عشرة متر مربعة يبقى الغرفة تزرعت كلها ولا تزرع جزئي منها تاني الغرفة مربعة الشكل عشرة فعشر تمام مربعة طول عشرة والعرض عشرة لكن انا بقول ان هو زرع جواها عشرة متر مربعة عشرة متر مربعة من القمح يبقى زرع قد ايه جواه هل كلها ولا جزء منها والجزء اللي تزرع ده ممكن يبقى كم في كم تقريبا وان جزء اقولوك انا جزء دي احنا منقول عشرة متر مربع تمام بص انا بقول عشرة متر مربع والمتر المربع هو وحدة قياس المساحة المتر المربع ووحدة قياس المساحة يبقى لو ضلبنا الطول في العرض يطلق عشرة متر مربع يبقى كانت المزرعة قريبا خمسة متر في اتنين متر خمسة متر في اتنين متر في نصف المزرعة كده تمام طيب الغريب بقى انه دخل وقعد في الغرفة دي تقريبا عشر طياب بالنسبة لعشر طياب وطلع عمل تحليل واشاعة لجسمه كله قبل ما يدخل المزرعة قبل ما يدخل الغرفة المغلقة دي وبعد ما طلع لقى ان الجسم لم يتأثر تماما بموضوع الاكسوجين كان بيتنفس بطريقة عادية جدا 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 تمام وطبعا هم برهم لحظينه والراجل طبيعي جدا بيأكل وبيشرب وبتنفس وبينام وبيقعد فالدنيا عنه تمام ما فيش فيها اي مشاكل خالص اذا نستفيد من التجربة دي ايه تقدر تقولولي ايه وجه الاستفادة من التجربة دي ولا ايه حاجة محشورة كده في قلب الدرس وخلاص احنا بنقول ان الكيميائي دخل في قوضة مربعة الشكل تمام وكان لا اروان انا بقول 10 متر مربع يبقى مش مربعة متر مربع يا اروان يبقى دي المساح متر مربع المساح نعم لو مربعة قلنا طولها 10 متر في 10 متر يبقى مساحة الاوضة 10 في 10 بمية مساحة الاوضة 100 متر زرع جواها بس 10 متر مربع تمام معلش يلحص ألا بتماش شوية كده بس ايه يعني الماس والنحو اللي تنزي بعض طيب اعودوا نفسيك لما تكونوا خلاص يعني هتناموا يعني خشوا على الماس او حل نحو لا ماس لا نحو هم دول للرياضة بتاعة العقل فهم دول اللي ممكن ايه يفوقوكوا شوية عشان كده خلهم ذاكرة الماس والنحو الاخر اليوم بس ما ذاكروش وتو عدين على السرير خليليكو دايما وقت معين ومكان معين للمذاكرة مكان معين وقت معين مش هينفع عقل اذاكر قدام الاكل او قدام التلفزيون تمام اه تمام يا روان هو ده اجابة النموذجية استفدت انا من التجربة دي انه هو العلماء ممكن انهما يستفيدوا يستفيدوا من النباتات في مركبات الفضاء ويعتمدوا عليها في التنفس يبقى ممكن يعتمدوا على النباتات في التنفس وده حاجة كويسة طب ايه المشكلة بقى الممكن ان هي يتقابلهم في ان هما يحطوا نباتات في مركبات الفضاء وبدل ما ياخدوا انا بيبقى اكسوجين كتير قوي لا ده هما ممكن يزرعوا ويجملوا مركبة الفضاء يا سلام خيالوا كده مركبة الفضاء والورد كده الزهريات والاصاري بتاعت الورد كده نازلة وفيها نباتات ولما يعوز يقوم مادة ايده في الاصرية كده او في المكان جايب جايب نبات كصدرة مثلا بطاطايا بطخايا وكلها تبقى رحلة ممتعة تمام مش هتبقى مجرد ان هو ماشي وشايل على ظهره انا بيب اكسوجين ولابس اللبس بتاع مركبة الفضاء لا انا دلوقتي معايا النباتات مالية مركبة الفضاء اكسوجين تمام طيب اعمل ايه دلوقتي بقى ايه المشكلة الممكن تحصل المشكلة اللي توقع علماء حدوثها خاصة مع الرحلات الفضائية الطويلة التي يمكن ان يمد بها النبات رواد الفضاء بالاكسوجين والغذاء النبات معلش نبات القمح هو عمل مسلا التجربة بتاعته على نبات القمح نبات القمح ده بيقعد في الارض تلات شهور والشهر الرابع تقريبا بيبدأ يجف ينشف يصفر تمام فالصفر ده يعني خلاص هو مات معادش اخضر معادش بتنفس فالفلاحين بيسبوه اخضر لحد ما يقدروا يضموه عشان يقدروا يعملوا به يحولوا اللي تقيق وكده تمام لكن اي نبات ما فيش نبات بيقعد اكتر من 3-4 شهور وفي نبات بعد شهرين وفي بعد شهر واحد بس ويطلع على طول طب دي مش كلم انا عاوز نباتات تقعد معايا فترة طويلة وانا طالع اكتشف واجيب انا مش طالع ازرع معلش تمام ومعين الزراعة دي مش مهنيت ولا ناخد معنا شوية فاللحين يزرعون في مركبات الفضاء فاحنا مش فاضين للكلام يبقى ينعمل ايه يبقى تكمن المشكلة تكمن يعني تستتر هنقول المعاني في الاخر خالص كلها نجمع لكم المعاني كلها مع بعضها تكمن المشكلة في مد الفترة الزمنية التي يمكن ان يمد بها النباتات رواد الفضاء بالاكسجين والغذاء كمان في مشكلة تعرض بعض النباتات للهلاف في ظروف الفضاء الخارجي سؤال هو ليه خايفين على النبات ليموت ايه اللي ممكن يموت النبات في الفضاء يلا جاوبوا كده معايا ايه اللي ممكن بقولك خايف على النباتات لحسن النبات يحصل لها حاجة مثلا او تموت ايه اللي ممكن يموت النباتات في الفضاء ايما دعاء اجابتك ممتازة ما كنت شفتها كنت بدأت تمام تمام يروان ماشي لا يروان ثواني قد تقولي كنت تقصد ان حدودك معرفتناش المزرعة مربعة ولا مستطيلة لا انا مليش دعوة بمربعة ولا مستطيلة انا لما اقول مثلا بساحة الغرفة ميت مت مربعة ميت متر مربعة يبقى اي رقمين هضربهم في بعض يطلع لمتر المت مت يعني ممكن تبقى المساحة الغرفة كان طولها ميت متر وعرضها واحد بس متر فمية في واحد بمية دي المساحة المساحة الطول في العرض مساحة الطول في العرض ده بالنسبة اشكالي مربعة يعني تمام روان بتقول ممكن تبذل النباتات تبذل النباتات وتموت ولا تمندون بالأكسوجين تمام بس انا بقول خايفين على النباتات من ايه يا روان تمام ايوة بالزبط كذا خايفين على النباتات الامراض المنتشرة في الفضاء ايه الامراض المنتشرة في الفضاء ده الفضاء زي الفل ده احنا الامراض كلها عندنا ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا دعاء ظهر الفساده في البر والبحر ما جابش سيرة الفضاء ولا الهوى ظهر الفساده في البر والبحر بما يكسبت ايدي الناس ليس يكون بعض الذي عامله هو الكورونا دي ما احنا اللي جيبناها لنفسنا تلوث الهوى ما احنا اللي جايبينه لنفسنا تلوث المية ما احنا اللي جايبينه لنفسنا تمام تلوث البحار والانهار وموت الاسماك والصروة والسماكية ما احنا اللي جايبينه خرم الأذون ما احنا اللي عاملينه تمام عندما الفضاء مفوش بناء أدمين فبالتالي لازم يمقضيف هي المشكلة كلها في المكان اللي بيقعد فيه بناء أدمين للأسف يعني طيب احنا بنقول الظروف المناخية الموجودة في الفضاء دعاء تمام يبقى هم خايفين لعشان الظروف المناخية الصعبة تم ايه الظروف المناخية الصعبة احنا ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بالغلاف الجوي والغلاف الجوي ده بيحوش عندنا الدرجة الحرارة العالية جدا والأشعة فول بنفسجية المميتة وكمان بيخلي الأرض الكرة الأرضية تحتفظ بدرجة حرارتها تمام يبقى بيبدأ عندنا الظروف وبيخلي الأرض محتفظة بدرجة حرارتها الطبيعية طيب ده حاجة تمام قوي في الفضاء بقى في الأمر والكواكب والكلام ده كله ما فيش غلاف جوي فبالتالي أشعة الشمس بتضرب على طول في سطح الأمر فدرجة الحرارة ممكن تصل لخمسمية وستمية وتصل لسبعمائة درجة مقوية ده بالنهار وبالليل ممكن تصل لبتين وخمسين تحت الصفر فأي نباتة اللي هيقدر يستحمل حاجة زي كده وده هنا بقى دور ايه؟ علماء الهندسة الوراثية علماء الهندسة الوراثية دورهم ايه في الموضوع ده وايه علاقتهم بالموضوع؟ نحن نتكلم في رغوات فضاء وبتاع إيه اللي جاب الهندسة؟ علماء الهندسة الوراثية دورهم حيوي جدا 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 في هذا الموضوع وهو أن علماء الهندسة الوراثية دول هم اللي هيقدروا يطولوا فترة عمر النبات هيحطوا خلايا من نباتات بتستحمل درقة الحرارة وبتستحمل البرودة علشان تقدر هنا تستحمل الظروف المناخية الصعبة جدا الموجودة في الفضاء تمام؟ صور رقم سبعة ومتكرر لماذا أسعى العلماء للحصول على الموارد من الفضاء الخارجي؟ هم ليه شغلين نباتهم أولا بالفضاء؟ طبعا بسبب نقص ونضرة الموارد الموجودة على سطح الأرض نقص ونضرة الموارد الموجودة على سطح الأرض فبالتالي هم بيسعوا سعيا حسيسا وجدا في الوصول إلى الموارد الموجودة في الفضاء عشان يقدروا يستفيدوا منها بشكل جيد سؤال بعده اذكر أوصاف الغرفة المستخدمة في التجربة ودي قلناها غرفة محكمة مربعة الشكل طول ضلعها عشرة أمطار احتوت على مزرعة قمح صغيرة مساحتها عشرة متر مربعة مساحتها عشرة متر مربعة تمام كده يا شباب؟ السؤال التاسع بيقول اذكر بعد نتاج استخدام الهندسة الوراثية في الزراعة نقولنا هنا بقى ان خايفين على النباتات من الظروف المناخية الصعبة الموجودة في الفضاء طب نعمل دلوقتي دور الهندسة الوراثية دور مهم جدا وحيوي جدا نذكر بعد نتاج استخدام الهندسة الوراثية في الزراعة احنا عندنا علشان نزرع استخدام الهندسة الوراثية في الزراعة عايزين نطول فترة عمر النبات عشان نقدر يعيش فترة أطول بس كده لا احنا قلنا في ظروف المناخية صعبة في الفضاء فبالتالي عايزين النبات يستحمل الظروف المناخية الصعبة اللي موجودة في الفضاء قال لا طيب ما احنا النبات ده بينتج يعني مثلا ممكن نزرع هو أولا وقع استخدامهم أو اختيارهم على نبات البطاطا ليه نبات البطاطا؟ لأنه بيستحمل الظروف المناخية الصعبة تمام؟ ثم إنه البطاطا كمان الميزة فيها إن هي لو قلت لك بقى الميزة في البطاطا هتقولني بتتعمل ما شوية ومقلية لا الميزة في البطاطا نهية هتمدهم بكميات كبيرة من الأكسوجين وهتمدهم كمان بالطعام تمام؟ طيب هم ليه بقى ما اخدوش بطاطس؟ ليه بطاطا؟ هقولك سؤال وجيه البطاطا ممكن تتاكل من غير ما تتسلق أو تتشوق أو يتعامل فيها حاجة وتبقى مسكرة تمام؟ حاول كده تجيب مثلا بطاطا شوية البطاطا بعشر جنيه حاول تجيب كده بطاطاية وقشريها ووكليها وهي مش معمولة وهي مش مطبوحة ولا حاجة تمام؟ وحاول كده تاكلها هتلاقي طعمها حلو جدا جدا مش مش وحشة ولا حاجة وهتبقى مسكرة لكن البطاطس ما تعرفش قال لها تم هم ياخدوا معهم نار طيب سؤال قبل ما تشغل مخك في الحتة دي ما هي النار دي عايزة أكسوجين عشان تشتغل وما فيش فوق على سطح الفضاء أكسوجين ومش هياخدوا أنبوبة أكسوجين يولعوا بيها عشان يقلوا شوية بطاطس يعني بالعقل كده تاهم؟ ثم إن المية فوق مش هتغلي المية فوق مش هتغلي ودي حاجة لازم تاخد بالك منها إن كلما ارتفعنا من على سطح الأرض 130 متر درجة أو 150 متر تقريبا قلت درجة الحرارة واحد درجة مقوية فالعلماء لما طلعوا على قمة جبل إفريست عندهم فيه أكسوجين ومع ذلك حطوا جابوا بطاطس وحطوها في مية وفضلوا سايبينها أربع ساعات ما تأثرتش ولا بيضة سلق بالمية فبالتالي فما بالك بقى لنا على الأمر هيشوي إزاي وهيلي إزاي وأطبخ إزاي فعشان كده أنا عايز بك بس تكون مقتنعا بكل جزئية في الدرس فهم ليه اختاروا البطاطا وعلى فكرة الناس ده بتغذرش الناس دي دقيقة جدا 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 في اختيار كل خطوة بيعملوها البحث العلمي بقى احنا اتفقنا أن فيها حاجة اسمها بحث علمي والناس الدول بتتصارع من أجل الوصول إليه تمام؟ يبقى نتائج استخدام الهندسة الوراثية في الزراعة تحسين سلالات النباتات وزيادة الإنتاج وحل مشكلات الزراعة وزيادة مقاومة النباتات للأمراض تمام؟ بس يعني الأمراض اللي ممكن تظهر في الفضاء زي ما دعاء قالت مش أمراض دراسية مثلا أو أمراض في التربة لا اللي هي نتيجة اختلاف وتغير درجات الحرارة ما فيش نبات يقدر يستحمل درجة الحرارة العالية جدا دي ولا درجة الحرارة منخفضة جدا هيجمد تمام؟ السائل سواء بقى السيتوبلازمو والميتوكندرية والنواة والغشاء الجداري الخلوي والغشاء البلازمو والكلام ده كله كل ده هيجمد وبالتالي الخلاة مش يحصل لها عمليات تقاصر فبالتالي مش هتنتج قالبنا سينس خالص تمام؟ فبالتالي لازم يكون فيه علاج العلاج ده عند الهندسة الوراثية وعلماء الهندسة الوراثية هم اللي يقدروا يحلوا كل المشكلات دي تمام؟ كانت البداية الأولى للاكتشافات العلمية العظيمة للإنسان وصلها دلوقتي كانت في البداية مجرد خيال عابر كانت مجرد خيال عابر كان الإنسان بيفكر فيه كده تمام؟ ولا كان ممكن الإنسان يفكر أنه ممكن يصل إلى التكنولوجيا الرهيبة تمام؟ اللي هي عاوز أقول لكم حاجة في مقولة بتقول الحاجة أم الإختراع الحاجة أم الإختراع مش الحاجة أم الإختراع مش بشتمها لا الحاجة هي اللي بتولد الإختراع أنا عاوز أعدي في النهر النيل من مكان لمكان فاختراعتي المركب عشان أعدي أو اختراعتي الكبري عشان أعدي من علي العربيات تمام؟ أنا عايز أعمل حصة بس مباشر فاختراعتي برنامج اسمه تيم علشان أقدر أن أنا أتواصل مع طلابي تمام؟ هتواصل إزاي معهم لازم شبكة فاختراعتي شبكة الانترنت عشان تقدر تربط الناس ببعضها فاهمين يعني إيه؟ أنا بحتاج الحاجة فبعمل لها اختراع علشان تسعدي في الحاجة دي تمام؟ يبقى عندنا دلوقتي علماء اللي هندسل وراثية تمام؟ بيحسنوا من السلالات دي علشان يقدروا أن هم يخلوا النبات يستحمل الظروف المناخية الصعبة اللي موجودة وكل ده كان في البداية خالص مجرد خيال عابر عابر تمام يا روان؟ كلها ارتفعنا 150 متر نقولتها 170 تمام؟ لأنها بصراحة مش متذكرة معنوعة أو بالضبط ما المقصود بزراعة الفضاء؟ مقصود بزراعة الفضاء؟ استنبات زراعات داخل مركبات الفضاء تعود العلماء عن كمية الأكسوجين التي سيستخدموها في رحلاتين من الفضاء ده مقصود بزراعة الفضاء لو عايز نعادها لك تاني وقال لي ونعادها لك تمام؟ طيب ايه المشكلة الرئيسة التي تواجه زراعة الفضاء؟ ايه المشكلة الرئيسية الرئيسة؟ على فكرة اسمها مشكلة رئيسة تمام؟ ولما تلاقي بعض المدرسين للأسف تلاقي المدرس كتبلك على البورد على الصبورة كده في المدرسة الأفكار الرئيسية لا لا تقل الأفكار الرئيسية ولكن كل الفكر الرئيسة الفكر الرئيسة ده لو هنستنظم لغة عربية أم اللغات صح تمام؟ طيب المشكلة الرئيسية التي تواجه زراعة الفضاء أو زراعة النباتات داخل مركبات الفضاء هي أن الفترة الزمانية اللي النبات بيعودها مش كبيرة وكمان النبات ممكن ما يكونش عنده كدرة على مقاومة الظروف المناخية الصعبة تمام؟ يبقى المشكلة الرئيسية مد فترة الفترة الزمانية التي يمكن أن تمد بها النباتات رواد الفضاء بالأكسجين والغزاء الحاجة التانية يتعرض بعض النباتات للهلاك في ظروف الفضاء الخارجي بسبب انتشار الأمراض والآفات الموجودة بسبب اختلاف درجات الحرارة وبخاصة بعد أن طالت الفترات الزمانية التي يقضيها رواد الفضاء تمام كده؟ يبقى أنا عاوز عاوز أمد فترة عمر النبات أخلي النبات أكسر إنتاجاً للإستمار عشان يتغزوا عليها والحاجة التالتة هي زيادة قدرة النباتات على مقاومة الظروف المناخية الصعبة الموجودة في الفضاء لماذا ينبغي الضكة عند إجراء التجارب العلمية؟ خلونا سيبكم الدرس زراعة الفضاء دلوقتي خلونا مثلا نروح لللي احنا بنعاني منه كورونا وحديثاً ما يقرون ربنا يعافينا ربه ويشف كل مريض ويعافي كل مبتلى دلوقتي أنا العلماء قالوا ان احنا هنعمل علاج لكورونا كورونا ظهرت في شهر ثلاثة في أول شهر ثلاثة سنة 2019 وحنا ندلوقتي في 2021 نعم كنتم لسه في سرة أولى الترمي الأولاني لو تفتكروا وخلاصين لسه داخلين على الترمي الثاني طب نعمل ايه طب العلاجي امتى؟ العلاجي مثلاً من 3-4 شهور طب الفترة دي كلها بيعملوا ايه؟ الفترة دي العلماء مش قاعدين بيلعبوا الفترة دي كانوا بيعملوا تجارب علمية لازم التجارب العلمية تتعامل بدقة وإلا تخيلوا مثلاً لو كان لقدر الله في خلل أو خطأ جيني أو راصي أو مشكلة في العلاج اللي الناس بتاخده طبعاً؟ هيؤدي إلى ملايين البشر هتموت أو هتصاب أمراض فبالتالي لابد من الدقة الشديدة جداً في إجراء التجارب العملية العلمية عامة أما بالنسبة لي مجال الفضاء فلابد من يعني ياخدوا حزرهم أكتر ليه؟ رائد الفضاء دولة جماعة مصروف عليهم مليارات الساروخ اللي بيطلع ده بمليارات الأبحاث العلمية اللي هم بيطلعوا الرحلات عشان توصلها بمليارات بيزانيات دول كاملة بتتصرف على الرحلة الوحدة فما بالك لما عايزين بس نحط شوية نباتات والنباتات ماتت أدت إلى وفاة كل العلماء والرواض والفضاء اللي كانوا موجودين أدت إلى ضياع البحث العلمي اللي اتعمل فيه المجال ده يبقى عواقب كارثية كارثية تمام؟ يبقى ينبغي الدك عند أجراء التجارب العلمية لأن وقوع أي خلل مهما كان صغيراً سيؤدي إلى عواقب وخيمة وخيمة يعني كبيرة وصعبة كارثية ألا بحث العلمية طبعاً مؤخراً كشفت أن هناك كواكب تحتوي على كميتها من الثروات المعدنية مما حدا بالعلماء جاي في الكتاب مما حدا هذا يعني دفع العلماء إلى التفكير في كيفية الإفادة من هذه الثروات الهائلة تمام؟ اللي عفوة عبد الحميد ناشي لو في أي سؤال عبد الحميد اسأله ما فيش أي مشكلة لماذا سمع العلماء على الحصول؟ لماذا يسعى العلماء؟ عبد الحميد بيسأل بيقول لماذا يسعى العلماء للحصول على الأكسجين في الفضاء؟ احنا قلنا ان يسعى العلماء للحصول على الاكسجين لمد فترة بقاء العلماء او رواد الفضاء في الفضاء تمام عشان يقدروا يستكشفوا ويجيبوا النباتات الموجودة في المعادن الموجودة في الفضاء تمام فهم عايزين يعودوا هناك فترة اطول تمام والكلام ده انها بيستفاضة في بداية الشرح ماذا فعل العلماء بدلا من خزانات الاكسجين التي يحملها رواد الفضاء كل ده بقى كان مراجع قام العلماء باحلال نباتات مزروعة في الفضاء الواسطة باد زناعات في الفضاء لتمد رواد الفضاء بالاكسجين بدلا من خزانات الاكسجين وقد اختار العلماء نبات البطاطا الذي يوفر الواد الفضاء الاكسجين والغذاء البطاطا لانها يوفر الاكسجين والغذاء وأن ليه البطاطا مش أي نبات تاني تمام سأل بعد كده لماذا تتصابق الأمم للبحث العلمي كنا تتصابق الأمم لتحقق التقدم الروكي وتصل إلى المكان اللائق وده أهمية البحث العلم ومهم جدا في غاية الأهمية لماذا خرج الكيميائي من الحجرة بصحة جيدة لأنه اعتبد فيه تنفسه على غاز الأكسجين الذي أفرزته مزرعة القمح الصغيرة وده قلناها الفرق بين الاكتشاف والاختراع يعني ايه اكتشاف ويعني ايه اختراع احنا لما نيجي نقول فيه آثار بنقول اختراعنا آثار ولا اكتشفنا آثار اكتشفنا إذا كانت موجودة وإحنا دورنا عليها والأناها فلما دورنا عليها والأناها يبقى ده اكتشاف تمام يبقى الاكتشاف حاجة موجودة ولا باكتشفها ببحث عنها تمام؟ زي المعادل اللي موجودة في الفضاء أنا مش باختراعها أنا باكتشفها تمام؟ ده بالنسبة لي الاكتشاف تمام؟ طيب أما الاختراع فالاختراع بيكون حاجة وسيلة أنا بعملها عشان تساهل علي حياتي تمام؟ طيب نبص كده على أهم المعاني اللي موجودة في الدرس كلمة منصبا منصبا أصبح التفكير منصبا منصبا يعني متجها ومركزا في الإفادة الإفادة يعني الاستفادة والانتفاع من الثروات المعدنية الهائلة الموجودة في الفضاء كمية الثروات الهائلة هائلة يعني كثيرة الخطوات التي أدعها العلماء في الوصول إلى استنبات زراعات أبدعها يعني ابتكرها مركبات الفضاء التي يستقلها العلماء أي يركبها العلماء الأكسوجين الذي أفرزته مزرعة القبح أفرزته يعني أنتجته وأخرجته وعكسها استنشقته هذا الدور الحيوي حيوي يعني مهم سيؤدي إلى عواقب وخيمة وخيمة يعني سيئة ورديئة تعدى التفكير تعدى أي تجاوزة الموارد الهائلة الموارد يعني المصادر التي تحتوي يعني تشمل على كميات هائلة من المعادن تحتوي يعني تشمل استنبات ونازرعة مما تتجاوز تتجاوز يعني تتعدى إحلال نباتات في مركبات الفضاء إحلال يعني استبدال وقوع خلل خلل يعني خطأ أو فساد سيؤدي إلى عواقب عواقب الخاتمة والمصير ومفردها عاقبة ده كان الدرس بتاعنا عاوزين بس بعد إذنكم ناخد ده واجب ونتناقش فيه بكرة إن شاء الله لو كان فيه أي حد عنده أي مشكلة فيه ممكن أن احنا نتكلم فيها بكرة دي واجب إحنا عندنا بكرة بإذن الله الساعة وحدة ما تنسوش حصة بكرة الساعة وحدة هرحيل دي مع بعض منذ نصف الكردن تقريبا كان الإنسان لا يعرف إلا القليل عن الفضاء والآن لم يعد التفكير منصبا على مجرد الذهاب إلى الفضاء بل تعدى التفكير إلى كيفية الإفادة من حجم الموارد الهائلة الموجودة في الفضاء الخارجي حيث كشفت الأبحاث العلمية مراضف منصبا منصبا يعني موجها مما تعدى تعدى عن تجاوز الهائلة الكثيرة جمع الفضاء الأفضيح وجمع كرن كرون لا أنا بحل ده لأنه هو مراجعة على الدرس كل كيف تغيرت نظرة الإنسان للفضاء كان الإنسان منذ نصف كرن تقريبا يفكر فيه الوصول إلى الفضاء أما الآن أصبحت تفكير منصبا في كيفية الوصول إلى الاستخدام أو الاستفادة من الصروات المعدنية لا إلا الموجودة في الفضاء روان بصراحة يعني مش عارف والله أنا يعني شكرا على الكلام الجميل اللي أنت كتبقى وربنا يبارك لك أنت والله ويوفائك دايما لما يحب ويضاء آمن يا رب العالمين كيف تغيرت نظرة الإنسان للفضاء احنا قلنا كان بيفكر فيه وبقى بيفكر فيه ما الذي كشفته الأبحاث العلمية كشفت عن موجود كميات وحجم موارد هائلة في الفضاء ما أثر ذلك على العلماء ده مما حدا بالعلماء إلى كيفية التفكير في كيفية الاستفادة من الصروات المعدنية هائلة الموجودة في الفضاء ما التجربة التي قام بها العلماء في مركز جونسون للفضاء قام ب قام أحد العلماء بتجربة وهي أنه دخل الحجرة الزجاجية المربعة الشكل علشان يعني اعتمد في التنفس على نبات القمح الموجود وخرج بصحة جيدة وإنه يستفيد بها أنه ممكن زراعة نباتات داخل مركبات الفضاء سؤال معلش كده هي ليه الغرفة كانت زجاجية احنا منقول غرفة زجاجية محكمة الغلق مفرغة الهواء ليه الغرفة كانت زجاجية ليه ما بناش غرفة ومحرها كده وحط عليها مواد تكتم الصوت والضوء والمش عارف ايه يعني عشان يبقى اعتماد كل فعلا على النباتات تمام ليه الغرفة كانت زجاجية عايز اعرف جاوبوا كده على ما جاوب انا السؤالين دول ما النباتة الذي وقع اختيار العلماء عليه لازال تجربة ان النبات كان نبات البطاطا وإيه لانه كان هيكون غزاء وفي نفس الوقت هيكون اكسوجين ما دور تقنيات الهندسة الورصية اه ركز معي دور تقنيات الهندسة الورصية اول حاجة اطالت فترة عمر النبات تاني حاجة جعل النبات اكسر قدرة على مقاومة الآفات والظروف المناخية الصعبة تالت حاجة زراعة نباتات او انواع غير الانواع المعرضة للهلاك تمام كان يا شباب جاوبوني بقى ده كان اخر سؤال سألته قبل من اختم الحلقة ليه الغرفة كانت زجاجية انا احرش انتم بتجاوبوا والله اجاباتك رائعة روان قالت جاوبة اجابة بتقول كانت الغرفة زجاجية كي يستطيعوا رؤية العالم وانقاذه تمام هي اجابة ممتازة بس في حاجة تانية في حاجة تانية مش عارف انتم اخدين بالك منها ولا لا ليه الغرفة كانت زجاجية وده سؤال ممكن نتحط مثلا في امتحان اول طلبة او ممكن نجي سؤال مثلا يعني ماذا فعلا فيهم ال�رفة كانت زجاجية اقول لكم ليه علشان النبات يقدر يعمل عملية البناء الضوء علشان يبقى النبات منه للشمس فيقدر يشوف الشمس ويقدر انه ساعد على البناء الضوء من خلال الخلايا الشمسية او اشعة الشمس الى هنا نصل الى نهاية حلقة اليوم طبتم وطاب ممشاكم وتبوقتم من الجنة المنزلة كان معكم الاستاذ محمد معروف معلم اللغة العربية بمدارس المنصورة خولج والسلام عليكم